بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب حكم المرتد والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض فمن ارتد قتل فورا إلا إذا رأى الإمام المصلحة في تأجيله استتيب ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف الأمور التي تحصل بها الردة أولا القول كسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام ثانيا الفعل كالسجود للصنم ثالثا الاعتقاد كاعتقاد الشريك لله عز وجل رابعا الشك كالشك في كفر اليهود والنصارى ما تحصل به توبة المرتد أولا إتيانه بالشهادتين ثانيا إقراره بما جحده وأنكره ثالثا رجوعه عما كفر به على رأس نواقض الإسلام عشرة أمور أولا الشرك بالله قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ومنه الذبح لغير الله ثانيا اتخاذ الوسطاء بينه وبين الله يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم ثالثا عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم رابعا اعتقاد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه خامسا بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به سادسا الاستهزاء بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه سابعا فعل السحر أو الرضا به ومنه الصرف والعطف ثامنا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين تاسعا اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عاشرا الاعراض عن دين الله تعالى وترك تعلمه والعمل به فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر